السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم من تفسير الأحلام فسر ابن سيرين رؤية الساق في المنام أنها ترمز لقوة الإنسان فمن رأى ألما في ساقه في الحلم ذل ذلك على ضعف قوته أو سعيه في أمر فيه مكره وذلك كل ضرر في الساقين في المنام أما كشف الساق في الحلم فقد يدل على كشف الدعم والسند وكشف الساق في المنام للمرأة لا خير فيه إن كان أمام رجل كما الساق القوية في المنام عموما دليل على خير للرأي والساق الجميل في الحلم تدل على حسن ما يسوق الرأي وما يساق إليه والساق الصلبة القوية تدل على طول في العمر وسعة في الرزق كما يذكر الشيخ النابلسي ومن رأى الساقين قويتين صلبتين فهذا يدل على تبات في دينه وجنياه بعون الله تعالى بما أن قوة الساق في الحلم ذلالة على الزيادة والسعف الخير والقوة في الحقيقة فمن رأى أن ساقه من مادة جنهشة في المنام يفسر الحلم تفسير الساق الضعيفة ومن رأى أن ساقه من مادة جنقاوية صلبة يفسر الحلم تفسير الساق القوية يقول الشيخ عبدالغاني النابلسي من رأى أن ساقه قد نقصت في المنام فذلك نقص في ماله الذي عليه اعتماده كذلك من كان يمشي على ساق واحد في الحلم ذهب نصف ماله وقد يفسر حلم الساق المبطورة في المنام على النقص في العز أو في العمر فيما يقول نابلسي أن من شعر الساق الكثير في المنام لا خير فيه إذ يدل شعر الساق السميك في الرؤية على كثرة الدين وقد يدل على السجن والمكوت فيه طويلا طول الساق في المنام يدل على وصول الرائع إلى مراضه وثباته في سعيه أما نابلسي فيقول أن كشف الساق في المنام دليل على ترك الصلاة والذل بعد العز أما من رأى الساقه تؤلمه في المنام فإنه يخاف على جينه من الفتنة والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام